هذا القسم سيكون مخصص للتكلم عن أهم دالة بحثية في برنامج إكسر وهي دالة فيلوكاب هذه الدالة مسؤولة عن البحث عن قيمة فريدة موجودة في العمود الأول من النطاق أو من جدول من البيانات وإرجاء أحد القيم المقابلة الموجودة في أحد الأعمد فإذن مهمة هذه الدالة هي البحث من خلال قيمة موجودة في العمود الأول واستخراج قيمة مقابلة موجودة في أحد الأعمد المقابل من أجل فهم هذه الدالة خلونا نشوف أحد الأمثلة العملية بهذا المثال عندي نطاق من البيانات باحتوى على سجل خاص بالموظفين هذا السجل فيه كود الموظف، اسم الموظف، عمر الموظف، تاريخ التعيين، المنصب الوظيفة ومرتب الموظف والمطلوب هو استخراج كافة بيانات الموظف بناء على كود الموظف شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه أنا على سبيل المثال لو وضعت هون أحد الأكواد المميزة الموجودة في العمود الأول وليكن مثلاً S921001 مثل ما يكونوا ملاحظين هذا الكود خاص بالموظفة في عائشة وهي المعلومات الخاصة فيها فإذا الشيء اللي أنا بدي أسويه أني أقوم بعملية البحث من خلال هذا الكود وقوم باستخراج البيانات في خلايا مستقلة من أجل فهم هذا الموضوع خلونا أول شيء نعمل قائمة منسدلة فيها جميع أكواد الموظفين طبعاً أنا دائماً بنصح باستخدام القوائم المنسدلة في حال كانت عندك القيم قليلة ولكن لما بيكون عندك جدول ضخم من البيانات فما بنصحك تقوم بإنشاء قائمة منسدلة ولكن الآن نحن نقوم بإنشاء هذه القائمة لأنه عنده البيانات قليلة نسبياً فإذاً بدخل على بيانات وبعدين بيذهب إلى التحقق من صحة البيانات رح نختار من قائمة السماح قائمة طبعاً مصدر هذه القائمة هي قائمة الأكواد الموجودة عنده بهذا النطاق بضغط على موافق فرح نلاحظ أنه تم إنشاء قائمة منسدلة فيها جميع الأكواد الموجودة بهذا النطاق خلونا نختار الكود الأول على سبيل المثال ونقوم بعملية البحث واستخراج البيانات بدايةً خلونا نشتغل بشكل منظم أول شيء لازم نقوم بوضع العناوين مرتبة بهذا الشكل فهذا الأمر بيتم من خلال تحديد العناوين من عدة طبعاً كود الموظف لأنه كود الموظف فعلياً موجود هون بحدد هذه العناوين بعدين بنسخهم من خلال الضغط على Ctrl-C وبوقف هون بذهب إلى الشريط الرئيسي وبذهب إلى هذا السهم أسفل اللسق فرح نلاحظ أنه في عندي شيء اسمه تبديل الموضع وهذا ببدل لك العمود إلى صف والصف إلى عمود رح اختار تبديل الموضع فمتما كنتم لاحظين قام بوضع العناوين بشكل متتالي من خلال الصفوف الآن بضغط على Escape وببدأ بكتابة الدالي أول شيء بوضع إشارة يساوي وبكتب VLOOKUP طبعاً رح تطلع عندي هاي الدالي بضغط على مفتاح التاب وخلونا نشوف وسائط هاي الدالي فعلياً عندي بهاي الدالي أربع وسائط أساسية الوسيط الأول اللي هو أهم وسيط هو اللوك أب فاليو أو القيمة اللي أنا عم ببحث عنها فعلياً القيمة اللي عم ببحث عنها لازم تكون قيمة فريدة فما بيبشي حالي أنا أبحث من خلال الاسم لأن الاسم ممكن يكون موجود أكثر من مرة نفس الأمر بالنسبة لموضوع عمر نفس الأمر أيضاً بالنسبة للمنصب وظيفة كل هاي المعلومات مثل ما نكونوا ملاحظين هي موجودة أكثر من مرة بالجدول ممكن تكون وبالتالي أنا عندي القيمة الفريدة لازم تكون هي كود الموظف وملاحظة مهمة جداً أنا ذكرتها بهذا التعريف أنه هاي القيمة الفريدة لازم تكون موجودة بالعمود الأول حصرة من الجدول فإذا كنت تبحث بعمود ثاني فما رح تقوم الدالة بعملها بشكل صحيح الآن خلونا نذهب إلى look of value نشوف شو هي look of value فعلياً look of value هي القيمة الموجودة بهاي الخلية اللي هي الخلية I1 طبعاً اللي هي كود الموظف هذا هو الوسيط الأول الوسيط الثاني هو table array أو نطاق البحث خلونا نقول باختصار هو الجدول أو النطاق اللي أنا عم بشتغل عليه فعلياً أنا عندي النطاق اللي أنا عم ببحث ضمنه هو هذا النطاق طبعاً أنت ممكن تسأل نفسك سؤال أنه أنا طالما عم ببحث عن كود الموظف فليش عم بحط كل الجدول يعني أنا فعلياً كان ممكن أني استغني عن هاي العملية وحط فقط قائمة الأكواد هذا الكلام صحيح ولكن هاي الدالة مهمتها هي استخراج البيانات فلما بدك تحط هذا النطاق فقط فإنت إذا بدك تستخرج مثلاً عمر الموظف فهو ما أنا موجود ضمن النطاق من A7 وحتى A16 وبالتالي لازم تحذف هذا النطاق وتحدد الجدول بالكامل طبعاً بتحدد الجدول أو النطاق ما عدا العناوين العناوين ما في داعي تحددهم وهلأ رح نحكي عن الوسيط الثالث اللي هو column index number أو رقم العمود اللي أنا بدي أستخرج منه البيانات فعلياً لما بتقوم أنت بعملية البحث من خلال العمود الأول فأنت بهمك إنه وقت لي لاء قيمة معينة إن رجالك قيمة موجودة بعمود مقابل فأنا على سبيل المثال إذا بدك ترجع اسم الموظف اسم الموظف موجود بالعمود الثاني فأنا بحط هون رقم العمود الثاني فبحط فقط رقم اثنين لو بدي أستخرج عمر الموظف بحط رقم ثلاثي وهكذا أنا بدي أستخرج اسم الموظف فباختار رقم اثنين بيبقى عندي وسيط واحد فقط اللي هو range look up أو نطاق المقاربة هذا النطاق المقاربة رح بحكي عليه لاحقا ولكن هو عبارة عن قيمتين إما صفر أو واحد أنا بحط صفر لما بدي أبحث عن قيمة فعلية موجودة بالجدول يعني موقع تقريبية وبحط واحد لما بدي أبحث عن قيمة تقريبية وغالبا بتكون قيمة رقمية أنا بأغلب الأحيان بيستخدم المطابقة التامة يعني أنا عم بيبحث عن كود الموظف بهذا الشكل يعني بتضبط هذا الكود عندي اللي هو s-12-81-99 هذا هو الكود بالضبط اللي بدي أكتلاقي إليه ما بدي تلاقي لي الكود قريب منه فأنا هون بحط القيمة صفر فلاحظوا لما بحط قيمة صفر رح تطلع عندي نطاق تقريبة أو نطاق تام طبعا نطاق تام ممكن تحطوه صفر أو ممكن تكتب كلمة false فأنا بنصح دائما أنك أنت تكتب رقم صفر الآن أصبحت عندي المعادلة جاهزة لتفعيلها بشكل صحيح الآن بضغط على control مع انتون مثل ما يكونوا ملاحظين قام باستخراج اسم صلاح طبعا اسم صلاح هو الاسم الخاص بهذا الكود الآن لو بدلت هذا الكود للكود الثاني فرح ألاحظ أنه كتب لي ضياء لو بدلتوا إلى الكود الثالث فرح ألاحظ أنه رح يعطيني اسم عبد الجواد وهكذا فأنت فعليا لما بتبحث عن أي كود ضمن هاي الأكواد فرح يعطيك مباشرة الاسم الخاص بهذا الموظف فإذا العملية تمت بشكل صحيح وهلأ مشان استخرج بقية المعلومات فأنا عندي عدة طرق خلونا أول شي نتعلم الطريقة البدائية اللي أنا ما بحبب استخدمها ولكن خلونا نتعلمها مع بعضنا البعض أول شيء بدخل إلى هاي الخلية وبحدد معادلة أو الصيغة بالكامل بدغط control c بدغط escape بدخل للخلية الثانية بدغط control v الآن بقوم بتبديل رقم العمود بشكل يدوي هلأ متل ما أكم لاحظين الكود أنا بديها يبقى نفسه وأيضا النطاق بالديها يبقى نفسه ولكن مشكلته فقط هي بالعمود اللي أنا بدي أرجع منه القيمي فأنا كنت عم باستخدم هذا العمود اللي هو العمود الثاني من شان أرجع الاسم أنا هلأ بدي أرجع العمر فالعمر موجود للعمود الثالث فبكتب بدل اثنين بكتب ثلاث بدغط control enter الآن لحظه أنه قام بإرجاع اسم الموظف مع عمره الآن لو قمنا باختيار أي كود فرح يعطيني مباشرة الاسم والعمر فإذا تمت العملية بشكل صحيح الآن بدخل لهذه المعادلة وأيضا بنسخها وبضغط escape وبدخل على تاريخ التعيين وبضغط control v ولكن بدل ثلاثة بكتب أربع اللي هو العمود الرابع الخاص بتاريخ التعيين بضغط control enter قم بتطبيق نفس العملية على المنصب الوظيفي والمرتب ولكن بوضع العمود الخامس والعمود السادس وهلأ انتهينا من كتابة المعادلات الخاصة بجميع الخلايا الآن لحظه لو اخترت أي كود من هاي الأكواد فمباشرة رح يقوم باستخراج البيانات الخاصة بهذا الكود فمثلا لاحظه هذا الكود اللي هو 3277 خاص بموظفي اسمها retail لاحظه قام باستخراج اسمها مع العمر الخاص فيها وتاريخ التعيين المنصب الوظيفي media assistant والمرتب 1200 دولار بهذه الطريقة من كون تعرفنا على كيفية عمل دالة فيلوك أب بالفيديوهات القادمة رح نتعلم طرق لتسهيل عمل هاي الدالة يعني بحيث أني أنا ما أقوم بكتابة العمود أو رقم العمود بشكل يدوي خلوني أنه أقوم بعملية ملئة تلقائه هو لحاله برنامج اكسل بيقوم بتوليد أرقام معينة وبقوم باستخراج بيانات الصحيحة هذا الأمر طبعا رح نتركه للفيديو القادم إن شاء الله